الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من هذه السلسلة المباركة وهذه النفحات الرمضانية الإيمانية سنتكلم اليوم على كيفية صيام شهر رمضان بشكل صحيح معلوم أن الصيام عبادة عبادة وقربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وهذه العبادة خاصة تكون وفق الطريقة اللي بغى الله سبحانه وتعالى لأن ربي تعبدنا ونعبده بما شارع لنا بمعنى أن ربي صفت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يورينا كيفاش نصليو وصفت لنا الرسول صلى الله عليه وسلم باش يصفت لنا كيفاش نصومو كيفاش نزكيو كيفاش نحجو كل حاجة كنديروها وفق ما علمنا رسول الله إذن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيفاش نصومو وقال لنا هالأمور اللي كتكمل الصيام وكتزيد الأجر ديال الصيام وقال لنا عندكم شيء أمور اللي كتخسر الصيام أو كتضيع التواب ديال الصيام أو كتنقص من التواب ديال الصيام فمن الأعمال اللي يجد في الإنسان أنه يحفظ الصيام دياله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يحفظ الصيام دياله من الغيبة من النميمة من قول الزور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه ربي رب ما بغاش يعدبك ما بغاش يعتشك ما بغاش يجوعك يعني غيبش جوعه وتعتش لا ربي يبغى منك مقاصد يبغى منك مقاصد وهذا المقاصد خاصك تحققها أثناء صيام أما إلا أنت صايم وتتكدب وكدل المعاصي وتتغتب الناس وتهضر في الناس وتكلم في الناس وتشري الصطاع بين الناس أشمن صيام هذا هذا هو علش قلك النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ليس خلاش قول الزور والعمل به وما خلاش الغيبة وما خلاش النميبة فالله تعالى ما عنده ما يدرب الصيام ديلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه فلذلك انتا محتاج لهذا الصيام أيها المسلم انتي محتاج لهذا الصيام أيها المسلمة وحافظوا على الصيام دينا حافظوا من القوة لأن ربي قال لنا في واحد الآية من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ربما قال ليش من فعل الحسنة قال لنا من جاء بمعنى جابها صحيحة وكاملة فالصيام ديك خاص تنقيه خاص يكون صيام كامل حال واحد الإنسان كيقطع الواد وهز واحد القلب دينا السكوان والواد وصل له المحتل هنا وخايف على ذاك القلب دينا السكوان أنه يتلح له في الماء واللي يترش عليه الماء واللي يدوب فغادي غادي حاضح توصله للضفة الأخرى وصل لك القلب دينا السكوان نقي سالي فكذلك صيام ديك أنت شد صيام ديك وكتقطع الواد وقدامك مجموعة من المعاصي وقدامك مجموعة من الدنوب بالزبف من المخالفات ولكن انت حاضي الصيام ديلك خاي يجي شي واحد يبغي يخسر لك النهار ولا يجي كده فقل له إني صائم اللهم إني صائم لأن أنت حارس على الصيام ديك يجي واحد يبغي يقلقك يجي واحد يبغي يخسر لك التواب دي الصيام بشكل ما خايبة انت ديها في الصيام ديلك باش يكون الصيام ديك إن شاء الله صحيحا وكاملا وغتحقق به ديك المقاصد دي الخوف الله وتقوى الله والله يتقبل مننا ومنكم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة